بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى هذه الحلقة الثالثة من لقائنا المتجدد ودرسنا الأسبوعي في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخنا الجليل الوالد دكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فحياكم الله معالي الشيخ حياكم الله وبركاته حياكم الله وجزاكم الله وعنا خيرا نستأنف ما كنا قد توقفنا عنده في باب الآنية قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في باب الآنية وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة للمسلم في العكل والشرب وفي هذا الحديث أنه يستثنى من ذلك ما يصلح به الإناء إذا انكسر من السلسلة التي يشعب بها المكسور يعني يخاط بها والسلسلة المراد بها الخيط من الفضة الذي يخاط به من كسر من الأواني خصوصاً أواني الخشب فآل فيه استثنى استثنى ذلك من النهي وأنه يجوز أن يخاط الإناء بسلك من الفضة خاصة وأما الذهب فلا يجوز ذلك نعم وعن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضى رواه البخاري وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا ولمسلم غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أنه يجوز خياطة الإناء المنكسر بالخيط من الفضة تخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة يعني خيطا من الفضة فهذا يجوز نعم وفي الحديث قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وهذه مسألة أخرى أنه يجب في الليل إيكاء الأسقية يعني ربط فواهها ولا تبقى مفتوحة وكذلك تغطية الأواني التي فيها الطعام أو فيها الماء ولا تبقى مكشوفة فإذا لم يتيسر تغطيتها كاملة فلو أن يعرض عليها عود قالوا لأن لأن الدواب أو الحشرات قد تدخل في الأواني المكشوفة فإذا كان عليها عود فإنه يمشي على هذا العود من جانب ويخرج من الجانب الثاني ولا يقع في هذا الإناء وما فيه من الطعام أو الشراب ففيه تغطية الأواني وإيكاء الأسقية وأن لا تبقى مكشوفة وذلك لأنه في ليلة من السنة ينزل شيء من الوباء فإذا صادف الإناء أو السقاء مكشوفا فإنه يصاب بها أو يدخله شيء من هذا الوباء النازل أما إذا كان قد أوكي أو غطي فإنه يسلم من ذلك بإذن الله عز وجل ففيه النهي عن أن تبقى الأواني أو الأسقية مكشوفة ومفتوحة خشية أن يقع فيها شيء من هذا الذي ينزل في بعض الليالي من السنة وهذا فيه اتخاذ الوقاية كما قالوا الوقاية خير من العلاج وعن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها نعم الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب يعني ذبايح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية وأما الأواني التي استعملها النصارى فينهى عن استعمالها لأن النصارى يأكلون فيها الخنازير النجسة التي حرمها الله فيأكلون فيها الخنازير ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنيتهم إن وجد غيرها وإذا لم يجد غيرها فإنه يغسلها ويستعملها لإزالة ما قد يكون فيها من الأثر المحرم ولأحمد وأبي داود إنا بأرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا نعم كما سبق أنه ينهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب خصوصاً النصارى لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر في الأواني فيبقى أثر فيها من من الخنزير أو من الخمر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فيغسلها يغسلها ويأكل ويشرب فيها لأن الماء يزيل الأثر المكروه نعم وعن أنس أن يهودي يندع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه نعم فيه إجابة الدعوة وأن المسلم يجيب دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا اليهودي الذي دعاه ليقدم له شيئا من الأكل ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه أن الأكل من طعام أهل الكتاب ومن آنيتهم لا بأس به لا بأس به دعاه إلى خبز شعير خبز الشعير معروف وإهالة سنخة يعني فيها رائحة السنخة يعني في رواية الزنخة يعني فيها رائحة وأكل منها صلى الله عليه وسلم به إجابة الدعوة وأن ولو كان الداعي من أهل الكتاب وفيه وفيه أن أنه لا بأس أن يأكل من طعامهم ومن أوانيهم ما لم يكن كما سبق لحم خنزير أو فيه أثر الخمر نعم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوضوء مما زادت مشركة نعم كانوا مسافرين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسافرين وليس معهم أو نفد معهم فصادفوا مشركة معها 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 على بعيرها معها مزادتان على بعيرها فطلبوا منها فذسألوها عن الماء فقالت أنا لي منه من الأمس إلى اليوم يعني يوم ليلة عن الماء هو بعيد فطلبوا منها الماء وأخذوا من مائها ليتوضعوا به فدل ذلك على جواز الوضوء من ما لمسه اليهود والنصارى لأن الماء طهور أو غيرهم لأن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فيه ففيه أن ما لمسه الكافر أن ما لمسه الكافر لأنه طهور الأصل فيه الطهارة وفيه استعمال ماء الكفار للوضوء والارتسال لأن الأصل في الماء الطهورية نعم وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية ذلك عمر بن الخطاب توضأ من جرة نصرانية مع أن النصرانية تلمس هذا الإناء وتلمس هذا الماء فدل على أنه لا بأس على المسلم أن يتوضأ من مائهم ومن أوانيهم نعم وعن أبي المليخ بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع نعم الأواني المتخذة من جلود السباع لا تحل كما لا يحل أكل السبع وهو ما يفرس بنابه فيحرم جلده ولو دبغ فإنه يحرم ولا يستعمل نعم وعن المقدام بن معد كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها قال نعم نعم لا يجوز استعمال جلود السباع بالركوب عليها أو بالجلوس عليها ولو دبغت فإن ذلك لا يبيحها بخلاف جلود الميتة من غير السباع إذا دبغت يجوز استعمالها نعم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر نعم هو من السباع من أشد السباع النمر من أشد السباع ولا يجوز استعمال جلده أو لا جلد غيره من السباع وفيه أن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم جلد ونمر فهذا فيه نهي شديد عن ذلك نعم أحسن الله إليكم يكون من بعض الناس بعض الملبوسات مما يكون فيها جلد السباع والنمر وغير ذلك نعم يشمله هذا يشمله هذا جلود السباع إذا علم أنه من جلود السباع فلا يجوز استعماله نعم وفي البخاري كان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منه أي شعر الإنسان الخيوط والحبال نعم الشعر لأنه ما تحله الحياة في حكم المنفصل الشعر يجوز استعماله ولو كان الحيوان الذي فيه الشعر محرما لأنه لا تحله لأن الشعر لا تحله الحياة نعم وقال حماد لا بأس بريش الميتة كذلك لأن الريش لا تحله لا تحله لا تحله الحياة ولذلك وليس فيه دم ليس فيه دم من الحيوان ولا الطير نعم وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا لأنها لا تحلها الحياة ولا يدخلها الدم فيجوز استعماله في حكم المنفصل يقولون لأنها في حكم المنفصل الشعر والظفر والقرن وما أشبه ذلك يجوز استعماله من أي حيوان لأنه لا تحله الحياة وهو في حكم المنفصل نعم وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج نعم قال ابن سيرين وإبراهيم وابن سيرين محمد بن سيرين تابعي جليل وإبراهيم يعني إبراهيم النخعي وهو تابعي جليل لا يرون بأسا في سن العاج في سن الفيل يعني وأنه يستعمل وإن كان الفيل نجسا ومحرما لكن سنه يستعمله استعمله الصحابة فيجوز استعماله لأنه في حكم المنفصل نعم والتجار به ولا بأس بالاتجار به لأنه في حكم المنفصل نعم أحسن الله إليكم مع الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس الثالث والدرس الثالث من شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب جزى الله شيخنا خير الجزائي ووفاه وأتمه نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في استكمال باب الآنية في الدرس القادم هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم